أثناء زيارتي للمتحف المفتوح في معبد الأقصر حرست على تفقد مسلة رمسيس الثاني الشقيقة لمسلة كونكورد في باريس في الأصل هنا أمام واجهة معبد الأقصر كان مسلتين المسلة الثانية طبعا أهداها الوالي محمد علي لشارل العاشر ملك فرنسا سنة 1829 كتوسيق للعلاقات المصرية الفرنسية وبعد كده شارل العاشر أهدا مصر لمحمد علي أداله ساعة موجودة حاليا في القلعة في القاهرة طبعا بالنسبة للمسلة الثانية هو محمد علي أو الوالي محمد علي كان مقرر أنه يهدي المسلتين لشارل العاشر لكن الفرنسويين بدأوا بنقل المسلة الأولى ولما وجدوا أن تكلفة المسلة الأولى تكلفة باهظة طبعا غدوا النظر أو الطرف عن نقل المسلة الثانية كان قديما في مصر القديمة حوالي ما يقرب من أكثر أو أكثر من 300 مسلة في أنحاء مصر لا يكاد يخلو أي معبد قديم من مسلة لأن المسلة تعتبر عنصر معماري رئيسي في تخطيط المعبد بالإضافة إلى أنها تعتبر رمز ديني للمعبود أمرة أو راعة طبعا الكثير من المسلات تم نقلوا خارج مصر حاليا يوجد في داخل مصر في العصر الحديث ما يقرب من 18 مسلة في خارج مصر كانوا أكثر من 52 مسلة بس لكن حاليا هم 52 مسلة نبدأ بأشهر ثلاث دول تحتوي على عدد أكبر أو عدد كبير جدا من المسلات المصرية القديمة نبدأ بالامبراطورية الرومانية وتحديدا إيطاليا روما لأن مصر كانت في التوقيت في الامبراطورية الرومانية تعتبر ولاية رومانية فكانوا الامبراطورة الرومانية يحرصون على نقل المسلات إلى روما وإيطاليا تحديدا فعندنا في إيطاليا حوالي ما يقرب من 18 مسلة لكن هم في الأصل كانوا 48 مسلة في بعض الأحداث تم تهشيم وتكسير المسلات فابقينا حاليا على 18 مسلة 18 مسلة أشهرهم مسلة ميدان الليتران وهي تعتبر من أكبر وأطول المسلات خارج مصر يبلغ دولها 32 متر أقامها الملك تحطمس التالي وقام بنقلها الامبراطور أغسطس ننتقل إلى تاني دولة وهي تركيا يوجد في تركيا حوالي ما يقرب من 16 مسلة طبعا تركيا معروفة كانت في الامبراطورية البيزنطية ومصر كانت ولاية تبع الامبراطورية البيزنطية فمن هذا العصر تحديدا تم البدء في نقل المسلات إلى تركيا ثم بعد ذلك في الامبراطورية العثمانية كانت مصر ولاية عثمانية فحرص العثمانيين على نقل بعض من المسلات في تركيا فكان عندنا هذا العدد بداخل تركيا بعد ذلك ننتقل إلى فرنسا طبعا زي ما ذكرنا ميدان الكونكورد وهي فرنسا فيها ما يقرب من حوالي أربع مسلات ثم بريطانيا وتعتبر كانت بريطانيا العظمى الوالي محمد علي أهدى مسلة للملكة فيكتوريا وذلك لتوصيق العلاقات ما بين مصر وبريطانيا في هذا التوقيت وهي مقامة حاليا في بريطانيا يوجد عندنا ست مسلات كذلك ألمانيا في مسلة بالإضافة إلى بعض المسلات الصغيرة الحجب بداخل المتاحف في مسلة في نيويورك وهي مسلة الملكة كيلو باترا محمد علي قام بإهداء أكبر دولتين في التوقيت بريطانيا وفرنسا